ثالث شهر لثورة تشرين يقترب من خواتيمه وما زالت القصة مستمرة ومفتوحة لنهايات متعددة تظاهرات انطلقت سلمية واستمرت سلمية تنوعت أشكالها بين الاعتصامات والإضراب وأخيرا العصيان المدني حتى دخلت معظم مدن العراق وأصبحت حديثا عالميا لكن المعنيين بالأمر ساسة المنطقة الخضراء لم يقدموا أي تنازل ولم يستجيبوا للنداء الواحد من المتظاهرين ارحلوا جميعا لا حاجة للعراق بالفاسدين ومنفذي المشروع الإيران الرامي إلى الهيمنة على مقدرات العراق لم يستجيب الساسة إلا لنداء مطامعهم فصبوا جهودهم للالتفاف على مطالب المتظاهرين وقدموا عادل عبد المهدي كبش فداء وصاروا يبحثون عن بديل له من نفس الدائرة هذه الدائرة التي عليها قامت الثورة صحيفة نيويورك تايمز تقول إن الأزمة الحالية في العراق هي الأخطر منذ عام 2003 في ظل وجود برلمان عاجز أو متعاجز عن تلبية مطالب المتظاهرين أو الحد من النفوذ الإيراني وذكرت الصحيفة أن القادة السياسيين في العراق غير مهيئين للتعامل مع الأزمة الراهنة وأن السياسيين والعسكريين الإيرانيين بمن فيهم شخصيات بارزة مثل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري يتحركون في بغداد من أجل ضمان أن يكون المرشح لرئاسة الوزراء متوافقا مع إيران لكن العثور على شخص مقبول من الشارع العراقي والأحزاب السياسية وإيران يبدو مستحيلا إلى حد بعيد وسط الرفض المستمر من متظاهر ثورة تشرين لأي رئيس حكومة من داخل العملية السياسية أو ما يمت لها بأي صلة أكثر من ذلك حتى لو افترض إيجاد شخص وطني يلبي طموحات المتظاهرين ليرأس الحكومة فما جدوى عمله فوق القاعدة السياسية الحالية التغيير المنشود أوسع من الفضاء السياسي الحالي وخارجه حبات العراق سلمية من الطاهر كلنا